اشتركوا في القناة كان يعمل في بقالة دكان يبيع مواد غذائية ويشتري منه الناس وكانت هذه البقالة دكان في عمارة في احد شققها تسكن عائلة يهودية وكان لهذه العائلة طفل صغير عمره سبع سنين اسمه جاد كان هذا الطفل يأتي يوميا يشتري من هذا الشيخ الكبير يشتري حاجيات البيت وكان في كل مرة يشتري يسرق قطعة شكولات صغيرة يضعها مع الاغراب والشيخ ابراهيم يعلم عنه لكنه يسكت فالطفل صغير ويشتري كل يوم والشيخ ابراهيم معتاد على السماحة وطلاقة الوجه وفي يوم من الايام نسي الطفل جاد ان يسرق قطعة الشكولاتة فناداه شيخ ابراهيم وهو خارج قال له يا جاد ارجع قال نعم قال نسيت الشكولاتة قال ماذا قال التي تأخذها كل يوم نسيت ان تأخذها اليوم خاف الطفل علم ان الشيخ صاحب المحل الدكان يعلم عن سرقته كل يوم طفل صغير خافه قال هو تدري عني قال نعم اعلم والشيخ ابراهيم يضحك قال لهم ماذا ستفعل بي هل ستخبر الشرطة عني او تخبر اهلي قال لا لن افعل شيئا لكن عندي شرط واحد قال وما هو الشرط ان انا الطفل اليهودي يكلم الشيخ ابراهيم المسلم التركي قال الشيخ ابراهيم لهذا الطفل عندي شرط قال وما شرطك قال ان لا تسرق من اليوم فصاعدا مني ومن غيري اذا عاهدتني على هذا عدم السرق ابدا فانني اسامحك قال اعاهدك ان لا اسرق من اليوم فصاعدا قال اذا فاذهب ولك مني كل يوم ان اعطيك نفس الشوكالاتة بدون ما تسرقها فرح الطفل من يصنع له مثل ما صنع صاحب المحل على الاقل على الاقل لو غيره لو عنفه صرخ عليه طرده من المحل لكنه يعامله بهذا الاسلوب احب الطفل جاد هذا الشيخ الكبير كل يوم كان يأتي اليه يشتري الحاجيات ويتحدث معه ويمازحه قليلا تعلق الطفل بهذا الشيخ مرت السنون كبر الطفل شيئا فشيئا ناهز الحلم بلغ الطفل صار شابا يافعا وهو في مرحلة الشباب والشباب في اوروبا يمرون بمشاكل كان كلما مر هذا الشاب جاد وهو يهودي كلما مر بمشكلة وضائقة وهم لجأ لمن لذلك الشيخ الكبير جلس معه يشتكي له ويخرج ما في صدره من هموم فلا ابوه ولا امه ولا اخوانه ولا اصحابه ينفعون الا هذا الشيخ وكان الشيخ ابراهيم لما يأتي جاد الشعاب الفرنسي اليهودي يجلسه عنده يشتكي له همه يقول له انتظر وعنده صندوق يفتح الصندوق ويخرج له كتابا جاد ما يعرف شنو قصة هذا الكتاب فيعطي الشيخ ابراهيم الكتاب لجاد يقول له افتح لي اي صفحة يفتح اي صفحة هكذا عشوائيا يفتح صفحة يقول اتفضل فيقرأ الشيخ ابراهيم هذا الكتاب الذي هو القرآن وجاد ما يعرف يقرأ الصفحتين ثم يشرحهما لجاد ويوجد له حل المشكلة من خلال الصفحتين اي صفحتين في هذا الكتاب وكان جاد يتعجب شنو هذا الكتاب اللي كل ما وقعت في مشكلة وافتح اي صفحتين اجد فيها الحل كتاب عجيب كتاب غريب مرت السنون ومرت الايام جاد كل ما وقع بمشكلة ذهب لي الشيخ ابراهيم في يوم من الايام غاب الشيخ عن المحل سأل عنه جاد اكتشف انه مريض وفي المستشفى وما هي الا ايام ويتوفى ذلك الرجل الشيخ ابراهيم التركي اللي في فرنسا توفي في ذلك اليوم وقبل ان يموت قال لأولاده الذين حوله أولاد الشيخ ابراهيم قال لهم هذا الصندوق لا تفتحوه اعطوهم مني هدية لذلك الشاب الذي اسمه جاد وقولوا له هذه هدية من الشيخ ابراهيم ولا تفتحوا الصندوق ما فتحوه ما يدرون شنو فيه فلما جاء الشاب جاد وهو حزين يعزي اصحابه واولاده الشيخ ابراهيم اخذه على جنب قالوا له ان ابانا قبل ان يموت اعطاك هدية قال وما هي هذه الهدية قال هذا الصندوق فرح كم فرح جاد اليهودي بهذا الصندوق علم ان فيه كتاب في حل لجميع المشكلات اخذه وضعه في بيته كنز من الكنوز هذا ما يعرف انه القرآن ومرت الايام ومرت الاسابيع وقع جاد بمشكلة وضائقة لكنه هذه المرة ما عرف يلجأ لمن شيخ ابراهيم مات اذهب لمن تذكر الصندوق ذهب الى الصندوق ففتحه واخرج الكتاب واخرج الكتاب ما يدري ان القرآن لكن ما يعرف يقرأ ذهب بهذا المصحف يعرف انه عربي وبحث عن صاحب فوجد صاحبا تونسيا في فرنسا يعرف اللغة العربي والفرنسية صاحب اللي جاد قال له انا هذا الكتاب اريد ان اقرأ منه صفحتين افتحهما هل تستطيع ان تشرح لي قال نعم يقول وفتح صفحتين واخذ هذا الشاب العربي يترجمهما بالفرنسية لهذا الشاب اسمه جاد وبعدها بكى جاد وجد حل مشكلته في تلك الصفحتين تعجب قال ما هذا الكتاب سحر قال لا هذا هو كتابنا كتاب من الله عز وجل انه القرآن كتاب المسلمين قال لمن هذا الكتاب قال انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار نور وهداية للعالمين فيه شفاء لما في الصدور اخذ اشرح له القرآن قال وكيف اصير مسلما الان جاد علم ان هذا القرآن هو الذي حل كل مشاكله سنوات طويلة قال كيف اسلم قال بسهولة تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اخذ جاد يشهد الشهادتين واعلن اسلامه ودخل في دين الله عز وجل كان عمر جاد بالعشرينات في ذلك الوقت اخذ يتعلم الاسلام وصار من افضل الدعاة الى الله في اوروبا اسلم على ايها في اوروبا خلال تقريبا سنوات ستة الاف واحد في اوروبا كان ضمن الاوراق اللي ورقت داخل الصندوق آية كتب عليها الشيخ ابراهيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انو من اتبعني اخذ جاد يتعلم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى قرر ان يسافر الى افريقيا وفعلا سافر جاد الذي سمى نفسه جاد الله القرآني تغير اسمه جاد سمى نفسه اليهودي سمى نفسه جاد الله القرآني كان عند ام يهودية متطرفة متعصبة تحارب طوال تلك السنين ظل جاد جاد الله في افريقيا ثلاثين سنة يدعو الى الله تعرف كم اسلم على يده ملايين ملايين اسلموا على يدي جاد الله القرآني بسبب من الشيخ ابراهيم صاحب الخلق الحسن رأى الدكان توفي جاد الله سنة 2003 قبل سبع سنوات من الآن توفي جاد الله بعد سنتين 2005 أسلمت أمه اليهودية تقول لصبر ابني ودعوته وفعله أسلمت أمه اليهودية المتعصبة أسلم على يدي من؟ على يدي جاد يقول الدكتور صفوة حجازي أحد الدعاة المشهورين كنت في مؤتمر في لندن رأيت شيخا من شيوخ قبائل أفريقيا كنا نتحدث عن وضع دارفور يقول فلما جلست مع هذا الشيخ شيخ القبيلة قلت له تعرف جاد الله القرآني؟ يقول فقام قال وأنت تعرف جاد الله القرآني؟ قلت نعم التقيت به وسلمت عليه قبل وفاته في سويسرا في المستشفى مات يقول فأخذ يدي يقبلها قال لم تقبلها؟ قال لأنك صافحت جاد الله القرآني قال الدكتور صفوة تكلم هذا الشيخ الأفريقي قال وأنت أسلمت على يدي جاد؟ جاد الله؟ قال لا قال أنا أسلمت على يدي دكتور؟ أسلم على يدي جاد الله القرآني ما الذي جعل جاد الله يسلم ويدخل في دين الله؟ ما الذي جعل الملايين في أفريقيا يدخلون في دين الله؟ ما الذي جعل الآلاف وعشرات الآلاف في أوروبا يدخلون في دين الله؟ إنه خلق حسن من رجل شيخ كبير اسمه الشيخ إبراهيم كان في دكان يبيع الحلويات والمواد الغذائية حسن خلقه أدخل الملايين في دين الله عز وجل الدعوة إلى الله من أعظم الفضائل لكن بالأسلوب الحسن والموعظة